اشتركوا في القناة بقراءة النص كان لأحد الأمهات عين واحدة وقد كرهها ابنها لما كانت تسببه له من إحراج فكان يرى شكلها مقززا وغريبا كان الولد دائما يحاول أن يخفي عن أصحابه أن همه خوفا من تعليقاتهم وخجرا من شكلها واجه الولد أمه قائلا لها متى ستموتين وتختفين من حياتي سكتت الأم حينها وغادر الولد المكان دون أن يأبها لمشاعرها كبر الولد وصار مهندسا كبيرا فهجرها وعاش حياة سعيدة بعد أن ابتعد عن أمه وعاشت الأم العجوز وحيدة كئيبة فقيرة تواجه الحياة بحلوها ومرها في أحد الأيام اضطر الإبن للعودة إلى بلدته وما إن وصل حتى أخبره الجيران بأن أمه قد أسلمت روحها إلى بارئها لم يذرف الإبن أي دمعة ولم يحرك ذلك الخبر ساكنا فيه لقدم إليه أحد الجيران وسلم له ظرفا لما فتحه وجد فيه إسالة من أمه كتبت فيها ابن الحبيب بداخلي سر لم أخبر به أحدا في حياتي وستكون أول من سيعرفه فبعدما توفي أبك في حادث سيارة أصبت أنت إصابة خطيرة وفقدت عينك اليمنى فتألمت وتحصرت عليك ولم أستطع أن أتصور كيف سيعيش ابني بعين واحدة وقد يسخر منه الأطفال ويخافون من شكله لذلك تبرعت لك بعين إذن كان هذا هو النص ونذهب مباشرة إلى الأسئلة السؤال الأول يقول اقترح عنوان مناسب للنص أريد أن أشير إلى أن العنوان دائما يكون تصغير للفكرة العامة للنص الفكرة العامة للنص ما هي هي تضحية الأم بعينها من أجل ابنها هذه الفكرة العامة تضحية الأم بإحدى عينيها من أجل أن يعيش ابنها بهذه العين ولا يسخر منه الآخر إذن فهناك عنصر أساسيا وهما الأم وتضحيتها إذن فالعنوان سيكون تضحية الأم أو الأم المضحية بالنسبة للسؤال الثاني اشرح الكلمتين مقززا ويأبا بالنسبة للكلمة الأولى الشيء المقزز هو الشيء الذي يشمئز منه الإنسان وينفر منه ولا يقبل أن يراه إذن فالمقزز هو ما ينفر منه الإنسان ويشمئز من النظر إليه أما بالنسبة لكلمة يأبا فعادة كلمة يأبا تأتي مسبوقة بالنفي فنقول لم يأبه ويأبه معناها هو الاهتمام يأبه بمعنى يهتم فتكون عادة مسبوقة بالنفي فنقول لم يهتم أو لم يأبه كأن تقول مثلا لم يأبه الولد بنصائح أبيه مثلا بالنسبة للسؤال الآخر لما كان الولد يكره أمه يكون الجواب كان الولد يكره أمه لأنها كانت تشعره بالإحراج وكان شكلها مخيفا طبعا في نظره إذن كان الولد يكره أمه لأنها كانت تسبب له الإحراج وكان يكره شكلها طبعا هذا حسب النص السؤال الآخر عفوا ما الذي كانت تخفيه الأم عن ابنها إذا كانت الأم تخفي عن ابنها أنه وقع له حادث في صغره فتبرعت له بإحدى عينيها هذا هو السر الذي كانت تخفيه الأم عن ابنها استخرج من القصة بعض القيم والمواقف الأخلاقية والاجتماعية بالنسبة للقيم فهناك أكثر من قيمة القيمة الأولى الواضحة وهي التضحية فقد ضحت الأم بأغلى ما تملك بعد ابنها وهي عينها التي طرى بها العين فهناك تضحية هناك خلق التضحية من الأم وهذا خلق حسن وهناك خلق إخفاء المعروف أو إخفاء الخير بمعنى أن الأم نعم ضحت بعينها وهذا عمل جيد لكنها أخفت هذا العمل وهذا خلق آخر وهو عدم إظهار المعروف أو الخير الذي نعمله للناس وهناك أيضا خلق آخر وهذا الخلق وهو التكبر أو التكبر على الناس وهو طبعا خلق سيء لأن الأخلاق قد تكون سيئة وقد تكون حسنة فكلها تنعت بصفة الأخلاق وهو تكبر الإبن وكان ينفر من شكل أمه وهذا يعلمنا أن لا نتكبر على الناس مهما كان ما نملكه من علم أو من مال أو من جاه أو من ثياء إذن فالناس سواسية كأسنان المشل ننتقل إلى الوضعية الجزئية الثانية ما نوع النص؟ طبعا النص نثري من فن القصة القصيرة استخرج من الفقرة الأولى كلمتين متضادتين نذهب إلى النص ونبحث عن الكلمتين المتضادتين طبعا إذا قرأنا هذه الجملة تواجه الحياة بحلوها ومرها إذن تلاحظون لا شك أنكم أدركتم أن الكلمتين هما حلوها ومرها فهما كلمتان متضادتان نرجع إلى بقية الأسئلة سؤال اعلم ما تحته خط في النص وهناك كلمتان في النص للإعراب استخرج من الفقرة الأخيرة إذن ركز قال من الفقرة الأخيرة وهناك بعض التلميذ يسهون عن مثل هذه الأسئلة يقول من الفقرة فهو اشترط عليك من الفقرة الأخيرة إذن سنعلم الكلمتين وسنستخرج من الفقرة الأخيرة نعتا حقيقيا محددا منعوته وضميرا مبينا نوعه وفعلا مبينا نوعه إذن نذهب إلى الفقرة الأخيرة من النص فنقرأ وفي أحد الأيام اضطرة إذن تلاحظ لها نحن صادفنا فعلا في أول الكلام إذن اضطرة هو فعل ماضي هذا نوع فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره وفاعله طبعا هو الإبن إذن السؤال عفوا قبل هذا المطلوب منه هو الإعراب إذن فأعتذر عن هذا فنعرف الكلمة الأولى الكلمة الأولى هي سعيدة عاش حياة سعيدة إذن عاش فيه حياة مفعول به منصوبة على من تنصبه الفتح الظاهر على آخره وهو موصوف سعيدة سفة منصوبة وعلى متنصبه الفتح الظاهر على آخره طبعا نقول حياة موصوف أو منعوت فإذا قلنا حياة منعوت فنقول سعيدة نعت وإذا قلنا حياة موصوف نقول سعيدة سفة طبعا والصفة تتبع موصوفها في أربعة أمور السفة تتبع الموصوف في الإعراب فإذا كان الموصوف منصوبا كما في هذه الحالة تكون السفة منصوبة وتتبعه أيضا في التعريف والتنكير فهنا حياة ناكرة أصبحت هنا أيضا ناكرة أيضا تتبعه في العدد فحياة واحدة وبعيدة واحدة أيضا تتبعه في عفوا إذن ننتقل إلى الكلمة الثانية في الإعراب وهي كلمة يسخر إذن تلاحظون أن كلمة يسخر مسبوقة بالحرف قد الحرف قد لا يدخل إلا على الأفعال وبالتالي فيسخر هو فعل إذن يسخر فعل مضارع مرفوع وعلى مطرفه الضمة الظاهرة على آخره وحذاري أن تقول أن الفاعل ضمير مستثل تقديره وحذاري من هذا لأن الفاعل جاء متأخرا وليس متأخرا ولكن جاء بعد الجار والمجرور منه إذن الأطفال هو الفاعل إذن قد يسخر تقدير الكلام قد يسخر الأطفال منه ويقافون من شكله إذن يسخر فعل مضارع مرفوع وعلى مطرفه ضمة ظاهرة على آخره ثم المطلوب منه استخراج فعل مضارع واستخراج نعت وتبيان منعوتي واستخراج ضمير وبيان نوعه إذن بالنسبة طبعا شرط من الفقرة الأخيرة إذن في أحد الأيام اضطره إذن تلاحظ هنا اضطره فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره وطبعا الفاعل هو الإبن إذن اضطره فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره اضطره الإبن للعودة إلى بلجته فهنا أيضا تلاحظ هناك ضمير بلجته البلجته هي كلمة والهاء هنا ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه لماذا في محل جر مضاف إليه؟ لأن إلى حر جر بلجته اسم جرور بإذن الله عن مدر كسر الظاهرة عليه وهو مضاف والضمير هنا ضمير منفصل في محل جر مضاف إليه طبعا لم يطلب من الإعراب لكن طلبوا منه فقط إخراج الضمير وبيانه فالضمير هنا ضمير الهاء وهو ضمير متصل بنسبة للنعت وتبيان منعوته فهو في الكلمة أصبت أنت إصابة خطيرة إصابة مفعول به منصوب وهو موصوف وخطيرة سفة منصوبة وعلى متنصبية الفتحة الظاهرة على آخره ثم نذهب إلى السؤال الأخير في هذا النموذج نموذج الاختبار نموذج الاختبار الأول بالنسبة للسنة الأولى من التعليم المتوسط إذن نقرأ الوضعية الإذماجية قرأت السنة فتأثرت بحال الأم وابنها ووجدت قصته تشبه نص فهم المكتوب الذي تناولته في قسمك قلب الأم تعليم هذا هو المطلوب أسرد إذن لاحظ كلمة أسرد إذن ستستعمل نمط السرد أو النمط السردي لاحظ هذا كثير ما يخفل عنه بعض التلميه إذن أسرد أولا يقول لك ويشير أوليك إشارة خفية أنك ستستعمل النمط السردي أسرد أهم أحداث النص أهم أحداث نص قلب الأم وظفاً من المكتسبات المدرسية أو المدروسة في عشرة أسرد إذن اشترط عليك نمط السردي وإشترط عليك نص قلب الأم وعشرة أسر فلا ينبغي أن تتجاوز العشرة أسر ما الذي تركز عليه هل تتركوا النص أبداً؟ يجب عليك أن تتذكر الفكرة العامة والأفكار الأساسية ثم تبني هذا النص إذن إلى هنا ينتهي معكم هذا التسجيل لا تنسوا أن تشتركوا في قناتنا وتعجبوا بهذا التسجيل ونلتقي في تسجيلات أخرى واختبارات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناتنا